اشتركوا في القناة الأكاديمية الملكية للشرطة صرح تعليمي وتدريبي شامخ يمثل جانبا مهما في عداد الكوادر الأمنية المتميزة وفق أحدث المناهج والمعايير الدولية في العمل الشرطي ولذلك تحرص الأكاديمية على تطوير كافة مرافقها التعليمية واستحداث العلوم والبرامج ذات صيلة برفع مستويات الأداء الأمني للخارجين مما لا شك فيه أن الأكاديمية ساهمت وبشكل كبير في عملية تطوير ورفع مهارات من سوبي وزارة الداخلية واللي انعكس على أداءهم الميداني وانعكس على أداءهم في مجال مكافحة الجريمة وضبط الجريمة تعمل الأكاديمية الملكية للشرطة على التواصل مع الجامعات والأكاديميات ذات صيلة في إطار الجهود المبذولة لتطوير البرامج بما يسهم في عداد رجل أمن عصري قادر على التعامل الفاعل مع المتغيرات والتحديات المتسارعة الأكاديمية بتحرص كل الحرص أن تكون المناهج التعليمية متفقة ومتشقة مع أعلى معايير ومعدلات الجودة لكن كل المواد الدراسية اللي بدرسها الطالب بتخضع لأعلى معايير ومعدلات الجودة في تحكيم الكتب وتحكيم البحوث عشان الطالب زي ما قلت لحضرتك أن يكون مؤهل تأهيل علمي وقوي وسليم وكله بيبقى متفق ومتسق مع القوانين واللوايح المعمول بها في أعلى الجامعات والأكاديميات الدولية وتقوم هذه المناهج والخطط التدريبية على تأهيل خرج الأكاديمية وتأسيسهم لضمان القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة دورة التخرج عرفتنا على الضوابط واللوايح والمواد الشرطية في مملكة البحرين واستفادنا منها من عدة نواحي منها الياغة البدنية، تدريب على المشأة العسكرية، قانون الجنائي، وحوق الإنسان في مملكة البحرين وكذلك تعرفنا على واجباتنا كضباط تابعين لقوات الأمن العام ومنها للاستفادة إن شاء الله بنطبق المهام في العمل وكم رشحين الضباط لمسنا الدعم المتواصل من سيدي معالي وزير الداخلية وبإشراف الضباط الأكاديمية الملكية للشرطة لتطوير المناهج التعليمية والتدريبات التي تلقيناها خلال الأربع سنوات في الأكاديمية الملكية للشرطة إنما تقدمه الأكاديمية الملكية للشرطة من برامج تدريبية وويراش عمل يتواءم مع الاحتياجات الفعالية للعمل الشرطي ما يجعل الأكاديمية مكانتها المميزة بين الأكاديميات والكليات والمعاهد الشرطية على المستويين الإقليمي أو الدولي